طيب برج الحمل راح نشوف طاقتك طاقتك راح تكون هون طبعا اذا بس قصتكوا وانت لسه ندخل في الطاقة فبقدر تاخد الكراءة اليك او ليش انت يمكن عندك نقص اموال او حاليا انت بتمر بنكسة عمل رحيل من العمل احتمال انت بتحس بالوحدة لانك انت فقط شخص غالي عليك احتمال لسه عنك وفاة اشخاص طبعا غاشر عن جميع لكن احتمال في وفاة شخص اثرت عليك جدا وانت حاسس انك انت وحيد بدون هذا الشخص والبعض منكم نقص في الاموال او خسارة في المال انت شاف في شخص ورق متجمد جدا واحتمال عشان الامر تقول انت مديلك في العمل فصلك من العمل اتسلط عليك هذا الشخص وظلمك واذا قراءة عاطفية فانت شاف الشخص هذا انه متجمد متسلط وظلمك زلمك بالاكتر انت مظلوم في هذه القراءة انت يعني حاسس بالظلم حاسس بالظلم خلينا نشوف الشخص هذا احتمال يكون مرتبط في عمله احتمال الشخص يكون متزوج وغير اتجاهه من اتجاهك انت من ناحيتك انت احتمال هذا الشخص يكون متزوج وارد كبير واحتمال انك انت الشخص هذا ابعدك عن العمل ابعدك عن العمل ابعدك عن العمل تسبب في ابعدك عن العمل ام الشخص هذا حاسك انك انت زي كراءة عاطفية طبعا الشخص هذا حاسك انك انك متباعد جدا احتمال انت تباعد عن طريقه انت زعلال منه تدير وطبعا هو بدور على فرصة تانية معاك بس البعض منكم هذا الشخص رح يكون مرتبط وبدور على فرصة يحاول يفكر او يلاقي فكرة انه يوازن بينك وبين شخص اخر ويطلب منك فرصة اخرى او يكون معاك بداية جديدة احتمال هذا الشخص متزوج متقيد واحتمال في عمله او اسرته هو متقيد فيها واحتمال انت حاس من ناحية هذا الشخص انه هو غدرة او خانك ادخل طرف اخر بناتكو واحتمال يكون تدخل من طرف من طرفهم من الاسرة الاب او الام او العم او الجد شخص كبير في الاسرة احتمال انت حاسس سبب حزنك شخص كبير من الاسرة احتمال انت في اسرتك اه شخص حرمك من الميراث او اخد حقك انت هذا احساسك الفقدان الخضلان الوحدة الشعور بالألم دعو خلنا قبل ما نبلش نشوف اول اشي المرتبطين الاشي الشخص هاده كيف بيفكر فيك كيف شايفك كيف نقاط القوة فيه على كوب ونقاط الضعب وشخص هذا مخبب عليك يعني انت خالي شو مخبب عليك للمرتبطين طبعا واكد كراءة المرتبطين تروني او الهيبرستز يعني فيه سر مخبب الشخص فيه سر الحمل للمرتبطين نشوف الحمل طب الشخص هذا للمرتبطين شايفك انت شخص مستقر هاده ملتزم فيه منزلات شخص بتحب عملك شخص بنتزر لعائلتك بكل استقرار وشخص هاده وزكي زكي جدا ودود طبوع هاده جدا طب خلنا نشوف شو اجاكو كروت هون بحكي لك ياس تس يور سولميت ان الشخص هذا للمرتبطين هاده السولميت تبعك هون بحكو لك كمان امنح علاقتك فرصة اعمل على شراكتك وهون بحكو لك في اه اه اف يو طيب وهون بحكي لك اذا كنت تصدق وهون بحكو لك تحسين الصحة في تحسن في صحتك هون ازا انت بتصدق او لا في اشي انت ازا بتصدق او لا هون بحكو لك اعمل على شراكتك اه الشخص هذا السولميت تبعك وخلينا نشوف الشخص هذا والاشي يشارك انك انت متريد جدا انت قبل ما تاخد القرار في العلاقة عبكو للمرتبطين هو شافك انك انت بتفكر جدا جدا وصبور هو شافك صبور صبور جدا انت فكرة تقريبا انت استحمله هذا الشخص استحمله جدا الشخص هذا يعني كأنه بقيس او استنزل في طاطة في الصبر في طاطة في الصبر الشخص هذا كمان نقطة القوة في علاقتك هو التوازن والعطاء يعني متل ما انت بتعطيه هو يعطيك ومتل ما انت بتاخد منه تعطيه ومتل ما هو باخد منك يعطيك فنقطة القوة في علاقتك انت المرتبطين في برج الحمل الحمل هو التوازن هذا الاشيء اللي بيقويكم لان انا شاف نقطة الضعف للسون اذا عند اخدها اه هي طاقة مستنفذة من عندكم طاقة خارجة عنكم او بدي اخدها بشكل مقلوب لان هي رح تكون مشكلة نقطة الضعف انه هي عندكم فيش بداية جديدة او فيش روح في حياتكم او في زواجكم او في ارتباطكم اه ما فيش اشراقة جديدة فيش اشي جديد وكأنه روتين لان هو شافك انك انت مهتم بعملك جدا او مهتم في الاطفال او مهتم في منزلك اه فقط مش مهتم في المشاعر اه الشخص هذا يمكن احتمال انه بستنى فيك تعطيه فرصة او قرار اخرى فيه على قطبه احتمال تكون انتو في بينكو اه شوية نزاعات والشخص هذا بانتظرك تعطي قرار وكأنك انت عندك نفس طويل لانك تعطي قرار للشخص هذا يعني زوج او زوج او زوجة طبعا الذكر والامتة او الرجل او المرأة اذا كان شخص خطوبة احتمال انه الشخص هذا احاسس من نحيطك انك انت شخص بس عملي وبتفكر بس بالنقود بتفكر بس بالاسرة او بتفكر بعقلانية وانت رامل مشاعر وراك انتو النقطة الضعاء الضعف فيه على قطبه هي البداية الجديدة انتو بدكوا بداية جديدة وهون بيحقولك انه فرصتك تستحق انك تعمل على شراكتها انك تعطيها كمان فرصة ان الشخص هذا صلمي واذا انت تعبان صحيا لان انت فعلا ان ظهر عندي في الطاقة انت حسس بوحدة وبقلم فهون النقطة الضعف عندكو انه فيش بداية جديدة انتو مش معطيين فرصة لعلاقتكم انها تتصلح لانه بسبب احساسك ان الشخص هذا خدرك ومخبي عنك سر وانت تعرف شو السر هيدا وانا كمان تعرف شو السر هيدا خلينا اشوفي الكوكرول الثانية عشان نشوف الشخص هذا شو مخبي عنك لان نقطة القوة عندكو انكو تكونوا خلينا اشوف وشافك يمكن انت مسيطر اكتر منا او بتحب تسيطر وبهذا الشخص شو مخبي عنك انت حاس ان الشخص هذا بخدعك متغير عليك مثلا نستنزف طبتك عشان هيك انت بدك صحتك ضعبانة انت صبت تنهير عصبي منه حاسدك النفسية مش شرط بس الجسدية احتمال انت نفسيا تكاد انت نهار بسبب هذا الشخص بسبب خلينا نشوف شو مخبي عنك الشخص هذا البعض منكم كان فيه علاقة اخرى وهاي العلاقة ماتت لكنه مخبي عنكم انه طلب من هاي العلاقة اه احتمال الشخص هذا مخبي عنكم انه هو بلجأ للروحانيات و لشخص مثلا مثلا بقرأ فنجان عنده الروحانيات عالية بقرأ اه افكار شخص هذا احتمال بخبي انه بروح لشيوخ المندل واشياء هاي بتعملوا مع الروحانيات والفتاح والاشياء هاي الاساس هاي اه الشخص هذا كان فيه علاقة وانتهتها العلاقة هو مخبي انه انتهت علاقتكم انت اعفان انتهت العلاقة الاخرى طرف اخر دخل بناتكم الشخص هذا نقطة الضعف اللي في علاقتكم انكم بدكم بداية جديدة بهجة جديدة لحياتكم فرصة اخرى ترجعوا تتوازنوا بين الاخذ والعطى لانه القوة فيه علاقتكم انه تكونوا متوازنين ماديا ومعنويا ونفسيا لانه انت شكلك كأنك بس خلاص صار بفكيرك في الاستقرار والمال فقط مش المشاعر والشخص هذا شو بيستوي في حياتك هو شافك انك انت بطيبة كأنك انت بتخطط ل مثلا تكشف هذا الشخص ايه عمالك بتخطط له بتعرف شو هو مخطي بالزبط لكن اذا بتقول العلاقة هي ترجع مني حال انهم هون بقولوا لك اشتغل عن العلاقة هاي ونطلق لك اذا سول ما عمدتوش العلاقة هاي بيتها بداية جديدة وانك تشغل انك تحيي هاي العلاقة لان الشخص هذا هو سولد طيب خلينا نشوف المنفصلين شو ما شاعر الشخص من ناحيةك كيف يفكر فيك وكيف شايفك في الماضي وكيف شايفك بعد الانفصال وشو ما هي من ناحيةك هل سوف يعود هم طيب هون را خلينا نشوف هون بحكولك اه في المستقبل القريب لما في رجعة طيب هون بحكولك listen to your intuition استمع لروحك الداخلية وهون خلينا نشوف الرومانس وبيحكولك كمان اه دع اصدقائك يساعدوك دع من الاخرين واقبل انت بدأت مساعدة في هاي العلاقة وكمان بحكولك الحب الكبير يستحق اتخاذ الخطوات التي نسترشدها عشان انه انت في خطوات بالك استرشدها داخلك فاخدها لان الشخص شكله بحبة بس خلينا نشوف لكن خلينا هاي هو طيب اوليش الشخص هذا مشاعر من ناحيتك الحب المتوازن انت شايفك انت احتمال هو شايفك انت مستقر وانت بتقدر تسيطر على مشاعرك وقلبك عفوا على عقلك او عقلك مساعدة على مشاعرك لانك شخص متوازن جدا شايفك انك شخص طيب وحنون لكنك بتعرف تاخد قرارات صح في الوقت الصح طيب كيف يفكر فيك احتمال تكونوا انتوا مع بعض في العمل احتمال انتوا تكونوا مع بعض في العمل لان في الماضي كان شايفك انك شخص مش عملي شخص قادر انك تحمل مسئولية احتمال احتمال انتوا تكونوا مع بعض في العمل واللي طبعا مش في العمل مع بعض فالشخص هذا شايفك انك انت شخص خلنا شوال شو بفكر فيك احسن اي انا اول اشيغل نحن حكينا شو تفكر فيه وبفكر على فكرة يدفق معك يدخل معك في اتفاق شخص هذا دخل طرف بناتك نزع هالعلاقة نزعها وانت احساسك بالغاية انت اللي في الانفصال انت احساسك انك انت مغدور جدا من الشخص هذا وكأنه دخل طرف تالت بناتك وكان شايفك في الماضي انك انت شخص صامت وتتحمل ايه مسلا مصائب هذا الشخص متحمل منه الذي لا يضاقه هو كان شايفك في الماضي انك انت شخص تقدر تتحمل لو دخل طرف في العلاقة انت قادر تحمل ايه الواجه هاد وللبعد منكم الشخص هذا كان اذا كان كنته في العمل فهو كان شايفك انك انت قادر تتحمل من سؤلية العمل لوحدك بدون مساعدته الشخص اللي بفكر انه يدفق معيك انه ايه تعمله مسلا ايه عمل جماعي والبعد منكم بفكر انه خليك تستطلع على الشخص التالت اللي دخله بلادكو ويعطيك مسلا مبررات لعمله او لفعلته هاي لكنه حاليا في الحاضر شافك كيف شافك انك انت شخص دبلوماسي عملي جدا شخص عندك طاقة رهيبة من ناحية العمل وكان شافك في الماضي انت عندك طاقة لكن انت تحمل فوق ما قدرتك لكنه حاليا شاف انه هاي مش فوق ما قدرتك حبك للعمل او حبك للحياة هو لنخليك عندك طاقة انت مش فش عندك طاقة بس هو كان فهمك غلط هو كان يزيد عليك في كل شيء مثلا يتجاهلك مثلا خليك تنتظره لفترة طويلة يبعد عنك فجأة ويرجع فجأة فكرك انك انت رح تطال تتحمله وتتحمله وتتحمله لان هو شافك انك شخص انت عندك قدرة على تحمل المصائب او المسئوليات مسئولية العمل مسئولية الاسرة مسئولية الحب مسئولية المشاعر هو كان شافك هاي لكن حاليا شافك انك انت شخص لا تقبل في القليل شخص انت ذكي جدا وانت بتفهمه عالطايا بدون حتى ما بدك مبررات مثلا هو بجاهز لك مبررات لمثلا اللي عمله فيه لكنه شافك انك انت شخص ذكي وشخص انت قبل ما هو يسبؤك في الكلام انت بتسبؤه في الكلام او في الحقيقق قبل ما ايه هو يكشف لك الحقيقق انت بتسوى بطول انت فاعلت كذا انت مثلا خلت انت دخلت رفتيات انا شفتك مثلا اه مع شخص اخر فشافك انك انت لماح وذكي جدا وشافك انك انت شخص جدي وعملي ونوري جدا وشخص حقيقي بتحب عملك وانت تفني نفسك لعملك لمنحبك لعملك مش لانك انت بتحمل فوق مسؤوليتك وهيك هو بفكر انه يامل معاك مشروع لانه هو شافك طاقة رهيبة يعني انت شخص فنان شافك شخص فنان عندك حس الفن هو بفكر انه انتو يمكن اشخاص حرفيين ممكن انتو في العمل مع بعض في الرسم في الفن تمال هذا الشخص يعرض عليك فهون بيقولولك استشير اصدقائك وتقبل رأيهم تمال هدو بينكو شخص هذا تدخل الطرف من اصدقاء مشتركين عشان يتم الصلح بناتكو او مسلا يعمل انه بدي في العمل انت وصديقك مع بعض ويبعد صديقك حتى يحكي لك انك ارجع العمل عشان احنا ننضم نعمل مجموعة واحدة والشخص هذا من ضمنك من ضمن هاي المجموعة احتمال انتو مسلا مهندسين مهندس معماري اه احتمال انتو تشتغل في لوحات فنية ديكورات في المنزل ديكورات منزلية ديكورات او تشتغل مع بعض في الدعايات تعمل ديكورات للدعايات او اعلانات ديزاين اعلانات امكان امكان انه شافك انك انت عندك ذكاء رهيب وشافك انك انت عندك كل يوم اش جديد عندك كل يوم اش جديد وعندك حس فني في موضوع مثلا الدكورات الاعلانات البناء اه الهندسة او انتو اشخاص يعني عندكو مثلا اه اجتماعات دائمة مع بعض انت بتعطي نصائح جميلة او بتعطي قرارات اه ذكية جدا انه مستغربك الشخصتك انك انت عندك حلول ذكية جدا طيب الشخص هذا شن هو وياه هل سيعود هو عن بقوله لك في الاسابيع القليل او في المستقبل القريب بس انا شايف يعني الشخص هذا اول اشي ان هو وياه انه يحزن على الخسرات والخسرات هو حاسس نفس المخسر قسرك للاخر عشان هيك هو بيدفئ هو احد اصدقائك انه يدخل بناتكو ويرجعك للعمل يمكن الشخص هذا مديرك في العمل يمكن اكبر منك في السنة فهذا الشخص نوايا نفس الكرتين تخيلوا ويرجعك الشخص هذا بدي يلم الكسات المسكوبة عن طريقه لاصدقائك الشخص هذا بيفكر يدخل صلحة بناتكو عن طريق حدا بيعرفك انت اصدقائك اقارب شخص تالت بناتكو الشخص هذا بيفكر صلحك لكن السلحة رح تكون واقفة عليك انت شخص هذا يدخل لاصدقائك يرفع القبياد اللي بسببها انت يعني لاصدقائك 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 مش هلط وانه الحب الحقيقي يستحق انك انت مثلا تغفر تسامح تسترشد نفسك هل يصح او لا يصح وان قلو لا تسمع لي الروحك الداخلية لازم تسمع لي الروحك الداخلية لازم تسمع لي الروحك الداخلية تسترشد نفسك ان الحب الحقيقي يستحق الشخص هذا بحبك شايفك انك عملين بشاطر فنان ومبدع الشخص هذا هالذيود احتمال في المستقبل القريب لما يبعد هذا الشخص ستتم الصلحة او لا خلينا نشوف الصحة يا برج الحمال اول اشي انت صحتك منيحة جسديا انت صحتك منيحة لكن نفسيا لا انت نفسيا مشتط مشوش وكأنه يمكن هالقصة مؤثرة فيك جدا حزين وانت حاطت نفسك في دائرة الكلام او بتسمع كلامي كتير او انت مثلا الناس بوجهوا لك كلام بجرحك الشخص هذا وجه لك مثلا كلام بجرحك تمال قصتك انت مرتبط وكأن الشخص هذا غدرك وصفت حزين نفسيا انه مركبت وكأنك انت بدك اصلاح تأهيل نفسيا من اول وجديد انت مشتط مش عارف تبلش في احلامك مش عارف تبلش في عملك مش عارف تاخد قرارات صح بسبب انه انت زي شويك كأن العالم كلها اجت عليك كأنه يعني الكل غدرك او خانك او وانت كنت اجتاهم اشو فجأة صحيت على السدع كبوس مكشفت حقائق قدامك كنت شايف نفسك انك انت محاط بهانة عشان ما تشوفش حقيقة الاشخاص وفجأة اشخاص صاروا يمكشفونك فانت مش تعبان جسديا انت تعبان نفسيا عندك اكتئاب انت عندك اكتئاب عندك اكتئاب الجسديا هاي بحكولك استق تلتك قولك هون توقف عن الكلام تلتك تلتك واسمع تدلش تحكي واسمع اشكلك انت بتحكي كتير تلتك اشكلك لان اشكلك تعبانين يا برج الحمل صحتكم نيحة لكن انتو مشوشين وعنكم كابه وحالة نفسية شوي مدمرة انتو حسين نفسكم في الهالة مش مبسطين منها كانكم حسين بانه في سياج حواليكم انتو مش قادرين تفكوا نفسكم منها نهائيا تلتك وهنا احنا حكينا انه في صحتك رح تتحسن يا برج الحمل وهنا نفس الاشي هو انيقول لك انه اه اختيارات صحية اتخاذ خيارات صحية في الحب وفي الحياة وحب الذات والرعاية الذاتية وهنا نقول لك لازم تحب ذاتك وتختار صح ولازم تكون اختيارتك صحيحة وصحية عشان هيك انت لازم يعاني بما معناه انك تحب نفسك مما انت نفسيا تعبان مش جسديا انت حاست نفسك انك انت بتلف نفس الدائرة ونفس الناس بتكرر حواليك وكانت مصدوب في الناس انك كشفت انت عن وجوه من جديد احتمال انك انت تكون حاسس ان الناس الهالة او الطاقة السلبية محاولتك بسبب الاخرين مش بسببك انت كنا عكسين الحظ السيء عليك طيب عملية انا انا شايف ان عملكو راح يكون في المرات القادمة او لقدام شوي راح يكون عندكو عمل من الماضي من شخص انتو كنتو تشتغلوا معاها احتمال هذا الشخص يكوننا من المنفصلين انكو كنتو تشتغلوا معايا ورح ترجعوا وتشتغلوا معايا في الماضي اعادة ماضي العمل. عادة في الماضي وما حصلة في الماضي واذا في حد اخذ منكم مبلغ مال رح يردو لكم. اذا انتم كنتوا تشتغلوا يمكن في البناء في العمل في في المنازل الترتيب اثاث مثلا انتم رح ترجعوا لعملكو في هذا المجال. احتمال للبعض منكم انتم في عمل مجال تجميلي ورح نعرض عليكو فرصة من شخص مجاله في المراكز التجميل. الى البعض منكم رح يكون عمله في الاستشفاء يكون طبيب نفسي. حين انتم تتوجهوا لطبيب نفسي وترجعوا لعملكو بعد ما تتوجهوا لطبيب نفسي رح ترجعوا لعملكو القديم اللي غسرتوه بسبب زعالك ودعبكو احتمال للبعض منكم بتشتغلوا في عمل الفن الصوتي الغنائي يعني. ورح ينعرض عليكو فرصة او رح تقدموا في الغناء. للبعض منكم رح يكون حد يعرض علي عمل في الازياء في الموضة في الازياء في الملابس تناسق الالوان او يشتغل مثلا الخياط للملابس محل ملابس يفتح محل ملابس. فيش فيكو ناس رح تعيد عملها اللي خسرت فيه بسبب شخص ما مرأ في حيطها. طيب خلينا احكي بكل ابراج. برج الحمال. طيقات. وهو البرج السرطاني. طرينا اعمال. برج التلب. برج الحوت والعقرب. برج الاسد. برج الميزان. برج العقرب. وبرج السرطان. والااا الولد. اشوفها الهوائية والمائية. يعني مسلا الاسد. الطور والنسل هو او السقر. بدلا على العقرب والعدرق. طيب. عنا طاقات هوائية. مائية. ترابية. كل الطاقات موجودة. اللي تغيب اكتر اشعر القراءة. وهي الترابية. فان شاء الله تكون القراءة عجبتك يا برج الحمال. وحكول قصتكو هل انت عجلات مخدولين وتعبالين نفسيا من الاشخاص. اتمنى انه في طاقة انتو شايفينها سلبية في حياتكو. طاقة حسد او غيرة او طاقة خليتكم متجمدين في الحياة مش قتلين تتحركوا. وان شاء الله بتمنى لكم تطعوا من هاي الحالة في تقدم لكن بس.